السلام عليكم مرحبا بكم في قناة سيهام شانيل اليوم اجد ندير معكم ديك خواصة اول حاجة غادي نحتاجو لها 20 جرام ديال السندة و 6 جرام ديال الخميرة ديال الخبز هادليك خواصة ما غادي نديرو فيهم لشوكولة لوالو تيجي وغزالين بزاف وفحال ديال الباتيسري تماما ما كانش فارق غايت تبعوا معي المراحل من بعد غادي نزيدو عليهم نصف كاس ديال الحليب دافي يا اما دافي يا اما لكن بحرارة المطبخ مويم ما يكونش جاي من تلاجق نحركو هادشي كامل مزيان حتى الدوب لنا ذاك سنيدة لسنصير ان سنيدة ما تبقى اشتسبان خاص هاددوب من بعد ما خلطنا كل شي غادي نزيدو 125 ميليليتر ديال الماء تهوه بحرارة الغرفة ولا يكون دافي شي شوية ماشي مشكيل نخلطو جميع العناصر ومن بعد عدنا 250 جرام ديال دقيق الفورس يلا بغتو ادعفو المقادير تقدروا ادعفوهم تعطيكم كمية اكتر ولكن هاد المقادير هادو رات يعطيو 8-9 ديال كروستة كبار يعني لا صغرتو هم غادي يعطوكم لو دوبل مهم 225 جرام ديال لفاغين ومعاها قبيصة ديال الملحة مشي قبيصة باش ميجوكمش مستوسين يعني الملحة على حسب الضوق وهنا يزدت معي القاة صغيرة ديال العسل وخلطت كل شي دونك ده بهانا جمعت العجين ديالي خاص العجين يكون على هاد الشقي مني جمعتو دوبت مع القاة كبيرة ديال الزبدة وخلي تحتها بردات مادرتها شوية سخونة وغادي نزيد على ديك العجينة وغادي ندخلها فيها مزيان خاصها تدخل مزيان في العجين وخاذا تبليكم دابرة هالعجينة زعماء ولا تسائلة ولكن لا انفو غا تبقوا تحركوا فيها غادي ترجع العجينة عادية مكينش زعماء مكينش شي صعوبة فيها رافيت في تترجع عجينة متماسكة أو تاني غير تستمروا في الدليك مكينش 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 شوك انا نصحكم ببونا هي اللي مزيانة من غيرها ما تحاولوش تشريش واحدة اخرى انا ما تستقوش ليها من غير بونا مهم دايما نستعنوه بالدقيق لان العجينة راها خفيفة وغا تبدأ تلصق لكم سقطو مع الزبدة وبقودتلكوها على شكل طولي حتى تنسى جملينا ديك الزبدة مع العجينة من بعد ما تلكتها على شكل طولي غادي نتنيها كيف ستشوفو في الفيديو انا نتنيها على هاتطريقة نحاولو نقدها مزيان من بعد غادي نرجعها في البلاستيكا ديالها فين كانت وغادي ندخلها مدة 15 مدقيقة للتلاجة الفريغو بينسوق الفريغو كاز مينوت في الفريغو ومن بعد نعود نرجع لكم من بعد ما دازت 15 دقيقة نعود تخرجها نعود نستعنوه شوية ديال الدقيق ونعود ندلكوها على شكل طولي مستطيل طويل مستطيل طويل مستطيل طويل مستطيل طويل مستطيل طويل مستطيلت طويل مستطيلlaughing mist بلاستيكا عاوتاني 15 دقيقة في الفريغو من بعد ما دست 15 دقيقة انا جبتها نديرو عاوتاني شوية ديلة دقيقة في سطح العمل وده بصفة غادي بدون نخدمو بها عادي لكواسان ديولنا يعني نجوش كل مرة دو وزناها في تلاجة 15 دقيقة بيناتهم ديلة الفرق سوف ندلكها ندلكها على العرض وعلى الطول نحاولو نقضو شوية ما بين طول العرض يعني نجيبوها مقادة كيف تشوفو دبانا دلكتها نحيد لها الجوانب باش تجيني مقادة نحيد وغير واحد شوية هكامل جوانب باش ما تضيعوش العاجين السوم كراه درتو مرقاق وما زالين غادي تنفخوه من غادي خمروه وده با غادي وده با غادي نقطعها على شكل متلاتات باش يعتونا على فورم ديالليكواسان با غادي نقطعه با غادي نقطعها على شكل متلاتات با غادي نقطعه صغيره هي اللي غا تساعدنا في التنية ديالكواسان ديالنا هادي نسيتها في تقطع نحاولو نسرحوها مزيان نجروها باش في الطوال بحلغة طوال لينا نجب دول عاجين ديالنا ونبدأ نتنيوه نوركوه على الجوانيب ونخليو الوسط ما نوركوش عليه نوركوه على الجوانيب ونخليو الوسط أغليد وحناتا نضوروه ومن بعد نتنيو له هاد الجوانيب هادو كيف تتشوفوها اذا باخدت الشكل ديالكرواسة نحطوها في اللاتا نديرو بابي كويسان بيانسور باش ما تلسقش لنا ونعودو نديرو احد اخرى دائما نجب دول عاجين ديالنا ونتنيوه ونوركوه على الجوانيب ونخليو الوسط عالي ومن بعد نقدو لها الجناب ديالها انا غانستمر بنفس العملية ومن بعد نرجع لكم هاو مالكوه الصان ديالي اذا بدرتون في اللاتا هنا اخليت بيضا اطربتها مزيان وندهنهم وندهنه جوش ديال المرات ندهنهم في المرة الاولى ومن بعد نخليهم يخمروا البيضا ما زيد عليها والو غير البيضا بوحدها ندهن المرة الاولى ونخليهم يخمروا واحد الساعة ولا ساعة ونصف حتى يضاعف الحجم دياله نغطيهم غير بلاستيكة ولا بفلم اليمونتر ما تديروش عليهم شي زيف حيت غاد يلصق فيهم حيت فيهم البيض من بعد ما اخمروا اليالي كواسان شوطوا الحجم ديالهم قدشوا ولا الضاعف نعود ندهنهم المرة التانية الفران ديال يشعله على ميتين درجة الفوق والتحت ندخلهم ونخليهم شغل من الفوق والتحت حتى يطيبوا على خطرهم ما تياخدوش الوقت بزاف ماكسيموم واحدة عشرين دقيقة وهو ما طابوا انا عندي فران ديال الضو ماشي ديال الغاز ديال الضو ندخل الفران ومن بعد نتلاقاوا وهو مالك خوصون ديالنا من بعد ما طابوا تيجيوا هائلين في غاي مون شي حاجة طوب لف المنظر والإحتفل ما ضاعق و له زعماء الشكل ديالهم ما نعودش ليكون في حل ديال الباتيسري ماكينش فرق نهائيا شوفوا من الداخل كيفش تيجيوا خاوين من الداخل وما فيهم اشتاعم هذه البابة يعني التوراق بين فيهم تنتمنى بغيموا انكم نشربوهم دونك اللي عجبتوا الوصفة ديال اليوم ما ينساش يضغط على زر الاشتراك ويدل يا جيم باش يوصلوك على الجديد سحورا